تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردشي إنجليزية اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم اثنين بما أنه هذا الأسبوع ما فيش جولة برمير ليج دائما بيكون موضوع نعام ولو أنت مش متخصص في البرمير ليج وبتتابعوش ورميت لك اسم وولفر هامتون هتقول عطول أدامة راوري أو أي لاعب آخر من الجيدين اللي فيه وللعلم أدامة راوري قبل فترة بنظام إحصائيات وحسابات يبدو أنه اللاعب الأكثر فاعلية بالمراوغات أنه يقدر من خلالها يخلق فوضى في صفوف الخصوم بالدوريات الأوروبية الكبرى كلها لكن ربما المجموعة ما بتحول هذه الحركية ونقطة القوة هاي لصناعة وتسجيل أهداف حتى الآن ولو قلنا وستهام حط تقول على طول ديكلان رايس أو ميشيل أنتونيو أو بالرحمة في أسماء لما تعرف أنه وستهام بيلعب تعرف إنها موجودة على سبيل المثال رايس لاعب بسهولة بلعب مع أي فريق من الكبار بإنجلترا سيتي مفيش زيه إذ ثعلة بالمرعب في فاردي وجوشوا كينغ اسم معروف لأي حدا بمر من جانب كرة القدم مع إنه بيلعب مع واتفولد أو اسم زميله إسماعيل أسار اللي بلشين حكي عنه بالإعلام بصفقات ممكن توصل 100 مليون يورو وفي أستون فيلا أسماء عديدة يكفي نذكر جاكي غريليش اللي راح ب100 مليون باوند لمان سيتي وكان لاعب في المنتخب إنجلترا في يورو 2020 ومتخلونيش أنسى لحارس إميريانو مارتينيز أحد أسباب سعادة ليونيل ميسي الحقيقية هذه الأيام ورحت على ليتز وإجت عينك على رفينيا بتقول شو هالخطير شو هالذكي شو هاللعب اللي بمكن يصنع فارق بسهولة والعين الآن في ساوثامتون على مدافع اسمه محمد ساليسو اشتروا قبل موسم بـ 12 مليون يورو من ريال بلد الوليد وما ننسى ريتشاريرسون إيفرتون وزاهة كريستال بلس حتى برايتون قدم بنوايت الصيف الماضي لأرسنال وساهم هذا اللاعب حتى الآن بإعطاء صورة إيجابية تدعو للتفاؤل في دفاع المدفعجية شو بدي بهذا الكلام ما احنا بنعرف هذول اللاعبة شو بدك شو بتحكي لنا بدي أتكلم عن شيء زي ما شفته بالعنوان ظاهرة الذئاب المنفردة بالـ Premier League يعني قبل ما تشوف فريق معين بدي يلعب ضد كريستال بلس لو أنت بتحب هذا الفريق بتخاف عليه من زاهة ولو أنت ما بتحب هذا الفريق بتتمنى التوفيق لزاهة بتعرف أنه في لاعب ممكن يصنع فارق وهذول الذئاب المنفردين الموزعين بين الأنديل ما بتنافس على اللقب هم بيخلوا كل مباراة خطيرة في الـ Premier League بيخلوا على الأقل إعلاميا قادرين نبيحها على إنها خطيرة بيخلوا نفسيا شعور الخصم خايف وقليان من هذه الأسماء وبنفس الوقت هاي الأسماء يتم تجهيزها لشيء أكبر لما تكون تلعب والعين عليك مع أنك بفريق متوسط أو فريق صغير نفسيا بتصير أقوى شوي شوي بتصير تجهز للمباريات الكبيرة أحسن فإما بتمثل منتخب بلدك أو بشتريك نادي أكبر زي ما بصير بالعادي في إنجلترا هاي الظاهرة أصبحت واضحة جدا بإنجلترا بالفترة الأخيرة بلا نقاش ومختلفة عن كل الدوريات الأخرى لسبب بسيط عندهم سيول مالية كبيرة بيخلي أنديتهم المتوسطة عندهم قدرة شرائية أكبر من أندي تعتبر كبيري في بلادها يعني أي نادي إنجليزي حاليا يملك قدرة شرائية أحسن من بلانسيا في إسبانيا ونادي مثلا مثل ساوث هامتون ممكن يخش بمنافسة على صفقة مع نابولي اللي متصدر الدوري ويفوز فيها بس الفلوس مش بس كانت تتوظف بالشراء كانت تتوظف بشيء ثاني بنوا قاعدة بيانات وستركتشر إداري هيكل إدارية حقيقية في مسألة كيف تصيد المواهب توظف اللاعبين تتعاقد مع اللاعبين ومن وين والطريقة اللي تتماشى فيها دائما إنه اللاعب يكون عندك بديل آخر بعقلك لو خرج هذا يجي هذا بداله استخدموا التكنولوجيا هون وجلبوا أفضل المدراء الرياضيين والفنيين والسكرتاريا الفنية أيضا اللي أعطت لدي أسلوب مختلف بالبحث عن المواهب ممولة إنه محهم فلوس يجيبوا أحسن مدير رياضي موجود هذه ظاهرة حبيت أوقف بحها هذا الأسبوع لأنها ربما بتلخص ليش وإحنا بنحكي بدردشة إنجليزية بكثير أسابيع بنروح النط نحكي عن فرق يعني محدش مشجحها تقريبا بالعالم العربي ونوصل هون لنهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وضروري جدا تتركوا لايك على هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله